حتى أني أخذت وقت بش نلبس الكاسك متاعي وإنها نتورق في الكتاب هذية اللي جابوه لي ذاي في اليوم السباح سيد رادي مدب مرحبا يسير رادي وشكرا على قبولك دعوتنا الصباحية وشكرا خاصة على هذية الهدية وقدش نفرح كفيه ديولي كتب الكتاب هذية اللي جي مواكبة للقمة الفرنكوفونية وعنوينه دوبي لفرنكوفونية إيقنومية ذي الكتاب الأبيض لليفر بلان اللي يتخل في إتار مهرجين الذاكي الاقتصاد الفرنكوفوني فستيبال دو لانتليجنس إيقنوميك فرنكوفون دوني سي تابع فينا على لايف ستريمين تشوفي دونك شكرا 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 سيرادي مد شكرا برك الله فيك مريم على الاستضافة وشكرا على التكرم بالحديث على الكتاب هذية شكرا من حكين علي مرأ قد يقعدين حذروا في كتاب أبيض هذي شنو الكتاب هذي الأبيض بالسيرة دي ساعة قبل من نتخل فيه النقاش على الاكتواليتي ومعضي على الاكتواليتي لكن شنو سليفر بلان هذا نتج عن مبادرة من مجموعة من المتدخلين في الشأن العام ومن المجتمع المدني لعديد من البلدان الفرنكوفونية لحظنا الناس كل أن الفرنكوفونية هو حركة تم بعثها منذ أكثر من خمسين سنة الآن على أساسا ثقافية وثقافة هامة جدا لأنه ما فماش تنمية من غير ثقافة ما فماش يعني إشعاع من غير ثقافة وحتى المشاكل الاقتصادية أساسها ثقافية إذا كان نحب نحل مشاكلنا الاقتصادية والمالية والاجتماعية وغير ذلك فأنا أساسا حتى الكروية سيراد حتى الكروية أي أنا كنت أسمع فيكم تتحبث مع سيفيصل شعبان استمتعت حقيقة بما جاء في تدخلاته وفي تحليله لأنه اختلف تماما عن المحلين الآخرين ركز على أمور ثقافية على تحليل رصينة واضحة وكذا وحقيقة أنا استمتعت بالاستماع إليه نرجع إذن الفرانكوفونية حركة ثقافية في الأصل وهذا كانوا بعثينها الآباء المؤسسون للحركة الفرانكوفونية ونذكر بهم اللي هما الزعيم بورقيبة ديما نذكروه ونشكر وفضله على تونس لأنه هو البناء الأجيال الموجودة الآن للدولة منذ ذلك التاريخ وليوبولد سيدارسانجور اللي كان من الأكاديمي فرانسيز معناتها رجل ثقافة كبير معترف بكيتب وشاعر هاماني جوري من مالي ونوردوم سيهانوك أيضا هذوما الأربعة شكين يربطهم يربطهم أنهم حروا بلدينهم من الاستعمار حاربوا كل واحد بطريقته بش يحر بلده من الاستعمار ثم لما تحصلوا على استقلالهم لاحظوا أنه في تركة الاستعمار فم العديد من الأشياء السلبية لكن فم شيء إيجابي كبير هو تشاركهم في النطق باللغة الفرنسية لأن اللغة الفرنسية ككل اللغات الأخرى المنفتحة على العالم المنفتحة على الثقافة المنفتحة على العلوم هي تنجم تكون مسار نحو الحداثة نحو التنمية نحو الإشعاع للبلدان هذه فحافظوا عليها اللغة الفرنسوية ما حابوش يتركوها جانباً ويقولوا أحنا لغتنا الولوف ولا لغتنا العربية أو لغتنا كذا هذا ما يمنعش هذا الشيء ما يمنعش الآخر فحافظوا عليها وقروا أن يكونوا مجموعة الفرنكوفونية وحركة الفرنكوفونية وكان في ذلك الوقت رئيس الفرنسي شارل دوغول بعثلهم باش يبعثوا وزيروا للثقافة انظري مروا وهو قمة من القمم في الثقافة في الأداب في الفلسفة في غير ذلك فالإرادة في الأول كانت الثقافية لأنه إشعاع الشعوب وتطورها في ذلك الوقت كان يمر أساساً بالتربية التعليم والثقافة ولا يزال يمر إلى اليوم بالتربية والتعليم ما يزموش يتغير هذا هو مع أنت التطور يزمع لكن في نفس الوقت اليوم ما نجموش حتى حاكم في أي بلد في العالم ما ينجم يتجاهل الأمور الاقتصادية والاجتماعية أنا كنت عندي صديق حميم ومن ما نخسرش فرصة باش نحي ذكرته اللي هو سيبشير بن يحمد اللي هو رجل من الرجال الفرنكوفونية لأنه ناس كل تعرف اللي كان هو باعث ومؤسس مجموعة جون أفريك وهو أصيل جزيرة جربة ونحن كنا في جربة في الفرنكوفونية وكذا وانا اختلمت الفرصة باش نذكر بتاريخه ونشيد بكل ذلك كان يقول لي بشير بن يحمد واخدمه مع بورجيبة وكان أصغر وزير في حكومة بورجيبة في 56 كان وزير الأعلام وكذا وكان يشوف بورجيبة يوميا ثلاثة مرات فالنهار كان يقول لي وكان يرجع بورجيبة اليوم ما ينجمش يحكم تونس لأن بورجيبة مش متمكن من الأمور الاقتصادية والمالية اليوم ما ينجم يحكم بلاد إلا شخص متمكن من الأمور الاقتصادية والمالية ومتمكن من اللغات الأجنبية لأن هذا هو اللي يعطيه الانفتاح على العالم نعم فأحنا انطلاقا من هذا الكل حبينا نشوفوا كيفاش فما إمكانية أن نضفيه صبغة اقتصادية على الفرنكوفونية كيفاش لأنه اليوم داياغ سيرادي الفرنكوفونية اللي صار في قمة الفرنكوفونية في جربا كان من أهم المحطات في القمة الأخيرة هذي اللي صارت الفرق الوحيد بين يعني فوارق كبيرة مش فرق وحيد أما من الفوارق بين الفرنكوفونية واليوم الدراسي اللي قمنا بها احنا هو يوم دراسي مش رسمي وإنما نابع من المجتمع المدني ومحذر منذ ثلاثة شهر قبل وأدل شيء على ذلك وأنه في اليوم هذا وزعنا الكتاب الأبيض هذا اللي فيه 30 مقترح لدفع الفرنكوفونية الاقتصادية ولي احنا حبينا يكونوا هالمقترحات هذه ترفع إلى علم رؤساء الدول ورؤساء الحكومات الحاضرة لذلك حتى تكون في خدمة بلدانها وفي خدمة شبابها جميل جدا خليني زادة من نحتنم فرصة بش نشكر على الكتاب ثاني لإيجبتو لأنه ما يقلش أهمية سي رادي عنوين ووريزون كارتاج كمان لتونيزي pourrait تل غنوة avec la croissance la stabilité la productivité la puissance إلوغي ونموة انترنسونال نقطة استفهم زادة كذلك كليفر كوليكتيف اللي هو سيرو قيس مبروك والبخفاس عملها لأستاذ محمد حسين فانتر وانتي سيد رادي مدب تأس لبوست فاس يعني بش تختم الكتاب هذي اللي دار نشر أغاباس حاجة في نفس التصور أنه ناس تفكر مع بعض تحاول جيوب على سؤال مفصلي أنا شوف في 2011 كونا جماعية اسمها عمل وتنمية متضامنة بعد تقريبا قبل دهاية 2011 كتبنا كتاب جماعي اسمه معن لنبني تونس الغد ما فاماش بناء فردي معن زوز كتب هذو باليوم ينصهر في هالاتجاه هذا معن الكتاب الثاني لو اللي حكيت عليه الكتاب الثاني أوريزون كارتاج وفق كارتاج هذو مبادرة من شاب ولد الجالية التونسية في فرنسا متشبع بالثقافة الفرنسية ومتشبع بالثقافة التونسية ومرتبط ارتباط كبير بتونس هو ترح نفس السؤال على تقريبا 30 متدخل رجال نيسا شباب أقل شباب في تونس خارج تونس في ميادين مختلفة كل واحد ترح عليه نفس السؤال كيف يمكن أن تسترجع تونس مكانتها وإشعاعها الذي عاشته في عهد كارتاج كارتاج نفس الإيرادة لإعادة بناء تونس نفس الشجاعة الفكرية نفس التوجهات وإن اختلفت الأفكار وإن اختلفت التوجهات وفي اختلاف هذه الأفكار والتوجهات هو غنى للمجموعة طبعا مهمو هذي يعطي أمل لأنه السؤال اللي يترح المواطن اللي هو اليوم ما هوش مفكر مع أنت ولا هو ينتمي إلى تينك تونك ولا عنده الفرصة بشي شارك في كتاب اليوم السؤال سير هذا يونا متأكد اللي سأله لك عشرات التونس يقول كوين ماشين اليوم واليوم تونس في وضع حرج للغاية هذي هو السؤال اللي يرجع عند المواطن اللي هو ويواكب في تونس ويوخش في الصباح المواطن اللي يركب في تاكسي وفي الكار وهو غلاب تاوصوم التاكسي وغلوم أوصوم اللواج للكار ما زال ما غلتش واللي يمشي يقضي في المقشي واللي يمشي يهزا ولاده للمكتب واللي يشوفي حياته اليومية اللي هو مش مرتاح تونسي هذي السؤال ترحتو عليها أنت مريم يطرحوه عليها يوميا عامة الشعب بما في ذلك الناس المتواضعين اللي يخضب على روحه خدام يومي نمشي للسوق المركزي ونمشي ديما لسوق المركزي لأنه هذا كمحرار مستوى المعيشة والتكلفة للأشياء وكذا الناس كل يطرحو عليها مثقفين يطرحو عليها نفس السؤال يعني دي جورناليست يطرحو عليها نفس السؤال ديما نفس السؤال وين ماشي أنا ديما عندي جواب سهل تونس مش في عزلة عن بقية العالم العالم يعيش في مشاكل كبرى احنا نعيش نفس المشاكل لكن احنا مشاكلنا قبل مشاكل العالم وأصعب من مشاكل العالم لأنه ما اهتم بناش بحلها لعشرات السنين مش عشر السنين الأخيرة فقط وانا ما لعشرات السنين وذلك عليش أفضت هذا إلى انتفاضة 2010-2011 ثم تواصلت تدهور الأوضاع ولليوم ما زن العالم يعيش وحنا نعيشه نفس وجوب التحولات الكبرى ولسيما تحول الطاقي التحول الديمغرافي اللي هذا مرتبط بنا أكثر من مرتبط بالبلدان المتقدمة التحول الديمغرافي التحول الرقمي اللي هذا يعني اتجاه كوني اليوم والتحول المناخي هذو ما التحولات الكبرى اللي عيشهم العالم كيفاش نعيشه فيهم شو ما الأجوبة اللي نعطي وقتا اللي نعطيه أجوبة تتأقلم مع التبشيات في العالم وتتأقلم مع خاصياتنا أحنا نكونو بدينا نلقاو طريق النجاة أحنا عنا توفاصل صغير سيراذي ونرجو نحكيه اليوم مثلا المواطن هذي اللي انت بشتاردو في المخشي ساندخال بش يقولك شنو سيراذي هذي هذي اللي بشتصنف الصنف التونس رفعت في تصنيف تونس إلى سي بلوس اين شنو يعنيني كمواطن وشنو انعكسه على حياتي اليومية شكرا للمشاهدة مؤسسة الترقيم واحدة من مؤسسة الترقيم وأهمها هي فيتشارتينج هو ذولي فما أربعة ولا خمسة في العالم سيراذي اللي ترفع تصنيف تونس على مدى طويل التصنيف هذي جديد CCC بلوس مع أفاق إيجابي ما معنى هذي سيراذي هذي هم من الناحية المبدئية لأنه احنا العشرة سنين أو الثناشة سنة الأخيرة كل وين مؤسسة ترقيم مش تتحدث على تونس واحد يدوا على قلبه يقول ههمش يزيدوا ينزلوا من ترقيم أول مرة منذ وثناشة سنة مؤسسة ترقيم ترفع في ترقيم من تونس هذي هامة جدا من الناحية هذي من الناحية ثانية هي رفعت من سي 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 بلوس المسار ما زالوا طويل ياسر قدامنا للترفيع باش نسترجعوا ما كنا عليه منذ أفاشن سنة تقريبا اللي كنا في اللي كنا في اللي هي معنتها يعني اقتصاد يهتم بالاستثمار يهم المستثمرين الأجانب الكبار طبعا الترقيم من من مؤسسة الترقيم إلى أخرى ينجم يختلف فما حتى مؤسسة الترقيم في اليابان حتى حتى في فترة الوقت. اه اه اذا المسار امام الانتعاش مازال بعيد برشة. ما يزمش نفرحوا بهذا. كما كنتوا تحكيوا على ماتش الكورة. وقت اللي تربح ماتش كان يقول سي شتالي. كان قبل سي فايسل يقول هكا. كان سي عبد المجيد شتالي. رب يذكروا بالخير. اه وقت اللي يربح و اه اكيب ماتش. الصعيب هو الماتش اللي من بعد. احنا الصعيب هو اللي مش يجي من بعد. من نفس الشي. علش لانه علش ايفيتش رفعت. رفعت قطر قالت وصل التونس الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي في مستوى الخبراء. اتفاق في مستوى الخبراء ما يتصرفش في البنك. باش يتصرف البنك. اولا يلزم يتعدى على مستوى مجلس ادارة الصندوق النقد الدولي. ما زال ما تعداش باش يتعدى في ديسمبر. بعد ايام. بعض ايام. بعض ايام انا نتصور علش بعض ايام بشي جي بعد الانتخابات متاهنا. باش نشوفوا يعني كيفاش الوضع السياسي مش يتوجه لانا الكل مرتبطة ببعضها. فماش اقتصاد يعني منعزل عن الوضع السياسي او الاجتماعي. اه اولا اه الانتخابات. ثانيا قانون المالية لسنة تلاتة وعشرين. لانه هو اللي بشي فيه بشي جي فيه بوادر وضع اه يعني الاتفاق مع صندوق النقد الدولي. والاصلاحات والاصلاحات. والتعديلات للاسعار وغير ذلك وبداية رفع الدعم وكذا. ثالثا تواجب الاطراف الاجتماعية مع هذه الاتجاهات. وبدينا نسخنه. ايوه. ايوه. اشنوه قال للبارحة الامين العام الاتحاد العام تونسي شغل. قال الحكومة تتحيل على الشعب. والدعم تم رفعه بالسياسات ملتوية. هذا ما قاله البارح. ومنذ اه سيد الامين العام ولغدوة ننتظر اجتماع للمركزية النقابية. ويبدو انه مش يكون كلام كبير هذا حسب ما يقال في هذا. في هذا الوضع بالتحديد. مش كان مش كان سيد امين عام الاتحاد العام تونسي للشغل يقول كلام يعني يبدو مش كلام ودي مع الحكومة او مش متجه او مش منصهر في اتجاه الحكومة مع صندوق النقد الدولي. انا حتى البارح نقرأ في باجاءة على صفحة رئيسة الجمهورية. طبعا 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 لقاء رئيس الجمهورية اللي جمعه بسيدة نجلة بودن اللي قال لا مجال للتفريد في المؤسسات والمؤنشئات العمومية لا مجال المساس من مواد المدعم. هذا ما قاله رئيس الجمهورية البحث. وهذا اقوى مما قاله الامين العام لانه الامين العام في وظيفته انه يتحدث على هذا. اليوم رئيس الجمهورية في وظيفته يبدو انه يختلف عن اتجاه الاخذات والحكومة مع صندوق النقد الدولي. وهذا كنتنا ننتظر فيه شيئا ما لكن ما كانش بهذا الوضوح. مه. لانه ايضا سيد وزير شؤون الاجتماعية كان صرح منذ اسبوع او عشر ايان تقريبا للايذاعة اخرى لذاعة خاصة اخرى انه لا مجال اللي رفع الدعم بهذه السهولة وانما هذا يستدعي لقاءات وحوارات مع كل الاطراف الاجتماعية اللي مش ترفع حلول لسيد رئيس الجمهورية اللي مش ينظر فيه ومش يقرر ما هو المسار. اذا صندوق النقد انا نتصور اللي عنده بعض يعني التساؤلات اليوم. وفيش في القرار امتاحها البارح جاتها التساؤلات هذه الكل لانها تقول هذا مش يبقى مرتبط بما ستقره الحكومة في الاسابيع القادمة وما سيفضي اليه هو امكانية الحكومة من تنزيل الاتفاق مع صندوق النقد الدولي الى ارض الواقع. هل هوني نرى التناقض ما بين يعني ما بين البرنامج اللي يبدو ماشا فيه اه اه الحكومة واللي تفقد فيه مع الفمي واللي من جراه بش ناخدو القرض دي وما اه قاله البارح رئيس الجمهوري. شو هنا اخر مرة اخر مرة اجيت بحض ذاك لهنا قلت اخشى ما اخشى ان تقر الحكومة مع صندوق النقد الدولي اتفاقية لن يمكن لها انجازها. لن يمكن لها انجازها من ناحية الاكراهات الاجتماعية. لان الاتفاقية مش امور فنية فقط. هي فنية اقتصادية اجتماعية وسياسية. وهذا هو الاشكال الكبير. والا هذي اللي عايشين ووقت اللي نشوفه مثلا انه الاتحاد اللي عم تنسي للشغل كان اه منذ ثلاث عام انسحب من اجتماع كانت اه هيئة رئيسة الحكومة. كان للنقاش حول القانون عدد تسعة لسنة تسعة وثمانين. اللي هم تعلق بالمؤسسات العمومية. سيد رادي مدب وانسحب فريق الاتحاد العام تونسي للشغل. وبعد هذا جاهد اجتماع امام مقر المركزية النقبية. وهذاك عليش ان امين العام قال الحكومة تتحيل على الشعب. وقال كذلك انه الحكومة تتعامل مع طرف اجنبي مع تينك تانك فيرنسي. والقرار معاتش قرار تونسي فيما يخص المؤسسات العمومية وانما اصبح قرار اجنبي وبالتحديد فيرنسي. يعني نرحب به. لكن القرار طبعا يبقى ديما سياسي وسيادي. والسياسي والسيادي يعني التوافق والعمل الجماعي. حكينا عالكتوب هذوما. حكينا عالتماشي بتاع الفين وحداش معا نبني تونس. حتى واحد بومشي زالية الاتحاد العام تونسي للشغل اللجوء الى الفينك تانك الفرنسي هذي واللجوء الى اه الالالالترف الاف دي مثلا الاجنس فرانسيس دو ديبلوب مان يقول هذي قرار معاتش اه تونسي القرار اصبح من من الغرب يجينا من فرنسا. شوفنا عندي علاقة كبيرة بالا بالوكالة الفرنسية للتنمية. ونقول ومش كان بهم هما بالعديد من الوكالات التعاون الدولي في تونس سواء كانت الالمانية جيزات سواء كانت كيف دو بلو في سواء كانت البنك الاوروبي الاستثمار او البنك الاوروبي لاعادة الاعمار وكذا او البنك الدولي. هذي مؤسسات الحمدلله موجودة معنا. على خطر قدمتنا الدعم الكبير وطويل المدام منذ منذ ثانوات وكذا. وتتعامل هي مع البرامج اللي تقدمها لها الحكومات متاعنا. اذا كان الحكومات عندها القدرة باش تقدم البرامج تنسهر معها وتمشي معها. كما عندهيش تعطيها امكانية الاستعانة من مساندة فنية. ويظهر لي هذا هو اللي جاء في اه لايب دي هذه الوكالة الفرنسية للتنمية. عندها ثلاثين سنة موجودة في تونس. تحتفل الاسبوع هذا بثلاثين سنة لوجودها في تونس. مولت العديد من المشاريع البنية الاساسية للحوكمة الاقتصادية للاجتماعية كذا. والناس كل فرحانين به. مش على خطر اه مولت وانا متأكد بش هي قررت شكون المساعدة الفنية. المساعدة الفنية جيت بطلب من الحكومة التونسية. مش فما حتى طرف اه يمول وكذا. وعلينا احنا ايجاد صياغ السيادة. وانا دي ما نقول. السيادة نحكي وعليها برشة. فماش واحد عنده السيادة هو يطلب النهار لكل. واضح. بنرجع معاك ما قالوا البارح رئيسة الجمهورية. في علاقة بالتفويت في مؤسسات والمنشآت العمومية. وفي علاقة بدعم المواد الاساسية. لهذه من بين زوز اهم نقاط اللي جيت في برنامج الاسلاحات. عليش فما هالحساسية المفرطة فيما يخص التفويت او في جزء من بعض مؤسسات والمنشآت العمومية. وهذه يعني بلغة الخط الاحمر. اي. لانه فما برشة ايديولوجيا في اه معالجة المشاكل هذي. ناخده المؤسسات العمومية. شنوني مش يختلف وقتل لي ملك راس المال تابع للدولة ولا تابع الخواص. اهم من ملكية شكون يملك راس المال هي الحوكمة في المؤسسة. هي برامجها التنموية. هي اعادة تبوقحها الاستراتيجي. هذي الكل هو اهم حاجة. وما كرناش نجبدو على ملكية الشركات قبل معالجتها الحقيقية. لكن نعالجو. يعني جوهر الموضوع هو المعالجة. اي. ومش من يملك ماذا. الاخر ايديولوجيا. اللي يقول لك خط احمر ايديولوجيا. واللي يقول لك بش نفرط ايديولوجيا. والصحيح مثل هيبي حد. ايجا نهتموا باللوب الموضوع. وشنو ما مشاكل وكالة التبغ في تونس قبل ان نتحدث عن خوصصتها ام عدم من عدم خوصصتها. مع العلم انه اليوم في بلدان العالم الكل تقريبا ما عادش فهم دولة تملك وكالة التبغ. قبل لا تكون وكالة اللي هي ادارة عامة في وزارة البنية. ولا تدار كمؤسة اقتصادية. صحيح. ربحية. ربحية. ايجا نعطيها اولا الاستقلالية الايدارية والاقتصادية والمالية واردوها شركة اه شركة اه خفيت الاسم. تبقى ملك الدولة. لكن شركة خفيت الاسم. باش تعطيها اكثر فاعلية وكذا. اليوم المدير العام للمؤسسة ما نعرفوش انا شكون اليوم وانا ما نحكي كصفة. يعين من طرف وزير المالية. من واحد من المديرين تع وزارة المالية. عندي برشة يعني تقدير للمديرين والمديرين العامين لوزارة المالية لكفاءاتهم في ميادينهم وكذا. اما ما ما نتصورش عندهم يعني الاتجاه لادارة مؤسسة اقتصادية ربحية. يلزب نعطيها الاستقلالية. اليوم الناس كل تعرف. اللي بعنوان المذاق ولا شنوة. يوزعوا ملايين الباكويت سواجر سنويا وكذا ما قلناش اكثر من هذي. ملايين. هذي على حساب شكول. للي يخدموا الكل في الشركة وفي الوكالة ولي ما يخدموش في الوكالة وكذا. حاشة اخرى اهم من هذا الكل. هو انه علش الدول معاتش تملك وكالات التبغ. لان التبغ اليوم هو اساس بردان السرطان وغير ذلك. هذي الدولة سكيزوفرينية. اذا كان من ناحية تدعي معالجة المشاكل الصحية. ومن ناحية اخرى عندها اختصاص في صنع واستيراد وبيع يعني الاشياء اللي تفضي هذي. هذي. انا بان سكيزوفريني بخي. اذا الديولوجيا. هذي الدعم يمشي مستحقية. قبل لا يخرج سمهدي جمعة من رئاس الحكومة في الفين وخمستاش. قال لي نفطروا جميع. مشينا راس راس. قال لي اه قينا ليدانتيفيان اونيك. المعرف الوحيد. وعملوا له كيكتيب ابيض. كي ما الكتيب بمتاعكم. اه قيناه ووضعوا حيز التنفيذ في ظرف السابيع. هاو تعديت سنوات ومشتولي عقود. وما زدنا ما وصلناش الهذي. اه قاعدنا في شعارات رفع الدعم والدعم لمستحقية وكذلك. لكن ما فعلنا حاتشي من هذي. ما فاهماش اه اسهل من من تفعيل وهذي. وكان فهم الارادة السياسية. الارادة و اه يعني الامكانيات متطلبش برش امكانيات انه كل تونسي يكون عنده المعرف الوحيد متين. وهو فهم بلاتفوغ متاوات تعاملت يا بدو انا هي اللي بشتجمع. وكل تونسي كل مواطن تونسي يزمو يتولد به المعرف الوحيد هذي. هذي. بشتعرف تصنى في الناس. وقل لك ما نحبوش ما نحبوش ندعمه كذا. اعنا في ازمة حليب اليوم مثلا. صحيح. المستحقات المؤسسات الاقتصادية اللي راجعة للقطاع تفوت للمائتين وخمسين مليون دينار مائتين وخمسين مليار معنا. الدولة يحبوا من دولة اسعارها. ما حابناش الرفع بما فيه الكفاية بنسعر انتاج لحليب وبنسعر تصنيع لحليب. ولكن في نفس الوقت نستورده حليب من الدول الاوروبية ويبدو ان متجين مرة اخرى نحو الاستيراد. في حدود واحد فاصل اثنين يورو اللتر من الحليب يعني في حدود اربعة دينارات تقريبا الحليب نخيره ندعمه المنتج الاوروبي باربعة دينارات الحليب ونعطيه حداشن مئة وخمسين او تلاتاشن مئة وخمسين خطر يبدو انو فما زيادة متين ومتين مليم للمنتج للمنتج التونسي موش معقول هذي. بخونت خفا ما ترفيع في التامين. هذي بش نعم الربط معتي للبارح اللي مرت هكا الحكاية متاع انو تامام اليوم ولا بسبع فاصل سبعة وعشرين كان منتظر وحكي عليها محافظة البنك المركزي انو بشي مشيوا في الترفيع هذي ولكن مشيوا فيه طريقة تدريجية هذي ما اسم الاقتصاد سيراد. شوف تامام هو هي صيغة تقريبا الوحيدة اليوم المتاحة للبنك المركزي لمعالجة التضخم المالي. آآ لانو في في قانون البنك المركزي من مسؤوليته هو المحافظة على الاسعار. لكن ما عندووش بش يحافظ عليها الاسعار مش هو ينتج. انا بالنسبة لي طريقة الوحيدة للمحافظة على الاسعار هي. الانتاج لانو وقت اللي ديما نقولها وقت اللي سوم البطاطا يرتفع في السوق. عليش جي تلقى خطر ما فهمش انتاج بطاطا ولا ما فهمش توريد بطاطا. هذا يعني المعقول وهذا المعروف والمعامل بيه وكذا. اليوم احنا اصبحنا ديما نقولها ونعودها. اصبحنا شعبا يستهلك ولا ينتج. يستورد ولا يصدر. اليوم يجب ان نرجع الى الاسس الركيز الاقتصادية اللي هامة بالنسبة لي نحن. الانتاج والتصدير. لان هذا الوحيد شيء التوجه الوحيد. اللي مش مكان متحكم في الاسعار. اليوم الاسعار مرتفعة في المستوى اللي فيه. لانها فهمت طبعا اه غالاء اسعار مستورد. الاسعار التهبط في الاسعار في الاسواق دولي. لكن في الحقيقة المرة جاي منا احنا اولا. زيت تركب عليه التوريد ومشاكل الاسعار المرتفعة دوليا. لكن عنا احنا جاي من قلة الانتاج من ضعف الانتاج. والانتاج قاعد يتلاشى. وهذا مش من البارح ولا من اليوم. هذان عنده تقريبا على الاقل لخمستاش سنة لما نشوفه اه اه تدخل الصناعات المعملية في الناتش الداخلي الخام. اه جزء تدخل الصناعات المعملية قاعد ينقص من عام الى اخر. الانتاج متاعنا قاعد ينقص من عام الى اخر. الطريقة الوحيدة هو الرجوع الى الانتاج. الرجوع الى التصدير والانتاج بجودة مقبولة من المواطن تونسي. خطر مش محبول المواطن تونسي. مش بش يمشي يشري الجبن المستورد. وقتا اللي اذا كان جبن تونسي ارخص. وبي يعني بقيبه وكيفية موازية للجبن المستورد. شكرا شكرا اشتركوا في القناة. شكرا اشتركوا في القناة. شكرا شكرا